اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اختم لنا بالحسنة اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا غير غضبان برحمتك يا رحيم ويا رحمن آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام في هذا المجلس الأخير من مجالسنا لشهر ذي الحجة المبارك لهذا العام ضمن برنامجنا وأذن في الناس بالحج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما أسلفنا وأن يجعله في صحاء في أعمالنا إنه المسؤول على ذلك وهو القادر عليه آمين أيها الإخوة الكرام يعتاد الحجيج بعد نهاية الحج أن يذهب إلى المدينة المنورة إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ما هو الأفئدة والأرواح؟ روح الأرواح ونفس النفوس طيبة هذه المدينة التي هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الهجرة دار الأنصار الشفاء الشافية طيبة طابة لها أسماء كثيرة هي أسماء المدينة المنورة كان اسمها قديما يثرب فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى المدينة وإلى طيبة وإلى طابة حتى قال صلى الله عليه وسلم من قال يثرب فليستغفر الله إنها طابة إنها طابة في رواية إنها طيبة إنها طيبة قالها مرتين أو ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه المدينة المنورة هي أول دولة للإسلام الإسلام كان في مكة دعوة ثم صار في المدينة دولة المدينة التي فتحت أحضانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المهاجرين بعدما لاقوا ما لاقوا من العنة والظنك في دار الدعوة مكة دار الدعوة ودار الوحي والمدينة دار الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم اختبر عدة مدن ليهاجر إليها فما صلح منها إلا المدينة وإلا الطائف كانت قد طردته ومدن أخرى كان قد أرسل إليها رسله فلم تستجب لكن المدينة استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لها مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وكان أهلها نعم الأهل وكانوا مادة الإسلام الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضهم فتحوا مدينتهم للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم عاد إلى المدينة المنورة ماذا قال؟ قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون هذا الدعاء يقال لمن عاد من دار السفر إلى الوطن لمن عاد من دار السفر إلى دار الوطن يستحب الإنسان عندما يسافر ويرجع أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون آيبون يعني راجعون الإياب هو الرجوع وما نقول ذهابا وإيابا يعني ذهابا ورجوعا فآيبون بمعنى بمعنى راجعين طيب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء الذي يقوله العائد من سفر إلى وطن مع العلم أن المدينة أنه عاد من مكة ومكة بالأصل هي وطنه ووطن آبائي وأجداده لكن لماذا اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولماذا اعتبر المدينة وطنا يرسل لنا صلوات ربي وسلامه عليه رسالة بأن وطنك هو الذي تستطيع أن تقيم فيه دينك وطنك هو الذي تستطيع أن تعمد فيه ربك بسلام وليس الأرض التي أنجبتك فدينك أولا وأرضك ثانيا لا خير في من يترك دينه لأجل أرضه ولأجل وطنه لا خير فيه إخوان في النهاية دارنا الجنة هذا هو مستقبلنا الدائم أما هنا نسكن هنا أو نسكن هناك أو نسكن هناك نعم الوطن غالي وعلينا أن ندافع عنه وأن ندافع عن أرضنا لكن في النهاية وطننا هو الذي نستطيع أن نقيم فيه ديننا بما يحبه الله تعالى مننا وأن يرضاه لنا أما أن افطهد في أرضي وأن أمنع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن أمنع من ممارسة شعائري بما يحبه الله مني لا هنا الهجرة ستكون علي واجبة إذا صار علي ضغط في أرضي وفي بلدي ولم أستطع أن أمارس فيه عبادتي كما يحبه الله تعالى مني ويرضاه لي هل ترى الله تعالى يعذرني؟ إذا نزل علي ملك الموت وأراد أن يقبض روحي كقبض روح العصات أقول له منعوني من إقامة ديني؟ سيقول لي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر تصوروا مكة فتحها فتحها قبل الحجة حجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة أما الفتح مكة فكان في السنة الثامنة ذهب وفتح مكة ثم عاد إلى المدينة ذهب وحج في مكة ثم عاد إلى المدينة وفي كل منهما يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون أي أنه اتخذ المدينة وطنا ولم يتخذها سفرا أو دار هجرة مؤقتة اتخذها وطنا لماذا؟ لأنها الأرض التي احتوت دعوته ومنها كانت منطلقا وحتى بعده كانت المدينة منطلقة للجيوش التي فتحت المشارق والمغارب أيام الحقبة الراشدة وما بعدها من سنوات الخلافة المباركة المدينة المنورة في البداية لما هاجر إليها الصحابة مرض بعضهم كأبي بكر الصديق وبلال الحبشي رضي الله تعالى عنهم حتى سلمان سلمان الفارسي مع العلم بلال هو ليس من أهل مكة وسلمان ليس من أهل مكة لكنهم عاشوا في مكة طويلا فصارت لهم وطنا أما أبو بكر فهو من قريش ومن أهل مكة فمرضوا هذا يسمى داء الحنين الذي يسميه الغرب الهومسك هوم سك يعني هوم وطن واسك مرض فمعنى مرض الوطن أو مرض داء الحنين إلى الوطن فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أكثر هنا أو بمعنى بل كما قال تعالى رسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون بل يزيدون الله تعالى ليس شاكا في العدد حاشا لله هنا أو بمعنى بل فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أكثر يعني بل أكثر هذه الدعوة المحمدية ملأت قلوب الصحابة بأمر الاستجابة الإلهية استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فما لأ قلوبهم حبا بالمدينة المنورة وانظر الآن إلى البقيع إلى مقبرة المدينة المنورة سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا موتا في المدينة ودفنا في البقيع البقيع فيها مئات من المهاجرين لم يرجعوا إلى مكة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوا أين قبر عمر في المدينة أين قبر عثمان في المدينة أين قبر سعد في المدينة أين قبر أبي عبيدة في المدينة أين قبر الحسن بن علي في المدينة أين قبر فاطمة في المدينة أين قبر العباس في المدينة كلهم في المدينة قبورهم في المدينة رضي الله عنهم مع أنهم من أهل مكة من قريش رضي الله عنهم جميعا وارضم وكذا أمهات المؤمنين كلهن دفن في المدينة المنورة إلا خديجة لأنها أصلا توفيت قبل الهجرة وميمونة رضي الله عنها لأنها في موعد حج توفيت فدفنت في مكة شاهدنا على أنه حببت إليهم المدينة وهكذا حببت المدينة إلى قلب كل مسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أكثر ومن مزايا المدينة المنورة أن محبتها من علامات الإيمان أن محبة المدينة المنورة من علامات الإيمان فإذا وجدت نفسك تحب المدينة المنورة وتشتاق إليها فعلا بأنك مؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز يعني يشتاق بإنجذاب هنا لك شوق وهنا لك شوق بإنجذاب يحس بوجود قوة مغناطيسية تجذب مغناطيسية تجذب بقوة مغناطيسية تجذب يسمى الأرز إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرحة هكذا الإيمان ينجذب نحو المدينة المنورة فإذا وجدت نفسك تحب المدينة المنورة فاعلم بأنك مؤمن والمدينة المنورة هي أبرك أرض في العالم ستقول أبرك من مكة نعم أبرك من مكة كيف ذلك؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هي لم تكن كذلك قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تباركت وتضاعفت نعمها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة ضعفي ما بمكة من البركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصارت المدينة أرضا مباركة وبركاتها عجيبة لا تزال إلى يومنا هذا لا تزال إلى يومنا هذا كثير من الإخوة التقينا بهم من إخواننا المسلمين من شتد البلدان يسكنون في المدينة يقول جئنا إلى هنا إما حجيجا أو معتمرين أو نبحث عن العمل ثم نسينا ديارنا وكل من يسكن المدينة ينسى دياره سبحان الله طبعا كيف لا ينسى دياره وهو يجاور سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه يكون جار لرسول الله هل هناك شرف أعظم من هذا؟ أبدا فيقولون أيضا وجدنا بركة في العمل من المال القليل يأتينا العمل والرزق الوفير والربح الكثير الوفير سبحان الله أرض مباركة مباركة في العافية الذي يسكنها يجد بركة في عافيته وبركة في العمر ومعلوم بأن المدينة المنورة ضمن البقاء التي فيها معمرين كثر التي فيها معمرون كثر معمر يعني يعيش طويلا بركة العمر بركة الصحة والعافية ومن أسماء المدينة المنورة الشفاء سبحان الله المدينة المنورة قبل الهجرة كانت معروفة يثرب كانت أرضا موبوءة ما معنى موبوءة؟ فيها وباء وهناك بقاء فيها أوبيئة موسمية هناك بقاء فيها أوبيئة موسمية هذه البلدة فيها وباء موسمي في فصل الصيف أو في الشتاء أو الخريفة أو كذا توجد أوبيئة معلومة يعني فالمدينة المنورة يثرب قبل الإسلام أو قبل الهجرة كانت أرضا موبوءة معروفة فلما هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم تبارك هواؤها وجوها وأجواؤها بأنفاسه الشريفة فصارت أرضا شافية أرض شفاء سبحان الله نسيمها شفاء جوها شفاء وبركة مرضها قليل أمراضها قليلة والمعمرون فيها كثر وبركتها ما شاء الله تبارك الله فمن أسمائها الشفاء الشفاء ومن أسمائها الداكة ما معنى الداكة أي أنه ما نوى عدو أن يغزوها إلا دكه الله تعالى قبل أن يصلها إلا دكه الله تعالى قبل أن يصلها وهي مأمونة من كل الفتن والملاحم التي ستكون في آخر الزمان حتى الدجال الدجال لا يستطيع دخول مكة والمدينة لا يستطيع دخولهما فأهل المدينة في مأمن من فتنة الدجال في مأمن من فتنة الدجال لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الحداد الخبث عن الحديد الحداد عندما يؤتى بحديد أصابه الصدأ الصدأ يعني نسميه الزنجار باللهجة العراقية صدأ يكون لون أحمر أو كذا ينقيه ويقوم بجلائه بوسطة الآلات حتى يكون جميلا ناعما لامعا يبعد هذا الوسخ الصدأ عنه هكذا المدينة تبعد خبثها ما معنى ذلك إنسان ربما ليس عنده دين يعني يوجد في المدينة المنورة ليس عنده دين كان فاسقا كان هذا لا يستحق جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبب الله إلى قلبه الهجرة يحبب الله إلى قلبه الخروج من المدينة أو يشغله بشاغل يجعله يخرج فإذا خرج ربما يموت خارجها أو ربما يحبب ليسكن خارجها فيهرب خارج المدينة أو يخرج خارج المدينة لشغل أو لعمل أو لمصلحة أو لدراسة ثم لا يعود إليها هذا يسمى خبث المدينة أخرجته المدينة وبالمناسبة هذا لا يعني أنه لا يوجد صالحون قد خرجوا لا ربما إنسان خارج اليسار لكن المقصود هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس من السفهة تخرجهم المدينة تطردهم لأنهم لا يستحقون أن يناموا في آخر حياة في البقيع لأن من مات في المدينة الموت في المدينة من أسباب الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت في المدينة فليموت فمن مات فيها فأنا شفيعه يوم القيامة أو قال من مات فيها أشفع له يوم القيامة بمعنى إذا استطعت أن تعيش في المدينة إلى الموت ما معنى من استطاع أن يموت في المدينة فليموت شيء سوف يقوم وقت النفسي بالمدينة لا لكن إن استطعت أن تعيش في المدينة إلى الموت فعيش فيها إلى الموت لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له في المدينة أصل فليحتفظ به ما معنى أصل أرض منزل عقار أي شيء في المدينة إذا كان عندك لتبيعة من كان له أصل في المدينة فليحتفظ به ومن لم يكن له بها أصل فليحرص أن يكون له بها أصل ولو كقدر نخلة ولو على قد نخلة ولو أرض يعني أنش قد نخلة هذا الحجم متر نص متر مو أكثر يقول إذا عندك يعني كناية على أنه جد ما تقدر يكون لك أصل تشتريه في المدينة فلتفعل لماذا؟ لأن من مات فيها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة حزن الأنصار ليس على فتح مكة هم كانوا جزء من الجيش الفاتح لكن حزنوا على شيء خافوا أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لأنه عاد إلى بلدته ولماذا تركها؟ تركها لأنها أرض كفر دار كفر دار حرب فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة لأجل هذا الأمر تركها طيب الآن صارت دار إسلام وعادت إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى وأسلم أهلها وصارت السيادة فيها للإسلام فحزن الصحابة أن هذا الأمر سيجعل رسول الله يبقى في مكة في أرضه وبين أعمامه فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار لعلكم تقولون أن رسول الله سيبقى في مكة قالوا نعم قلناها يا رسول الله وإنا لنخشى ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أيها الأنصار نعم قوم النبي كنتم لنبيكم آويتموني يوم طردني الناس وصدقتموني يوم كذبني الناس المحيا محياكم والممات مماتكم لولا أخوة الإسلام لقلت أنا مرء من الأنصار الله أكبر يعني حتى لا يقول الباقي الصحابة لماذا ليس جزءا منا لكنت قلت أنا من الأنصار لكن أخوة الإسلام أنا للجميع أنا للجميع تشريف ما بعد وتشريف المحيا محياكم بمعنى أعيش عندكم والممات مماتكم بمعنى أموت عندكم لماذا اختار الله تعالى هذه المدينة العظيمة المباركة الطيبة لماذا اختارها مدفنا لنبيه صلى الله عليه وسلم لماذا لم يكن في مكة بيت الخالق الأرض الحرام أول بيت وضع للناس أو لم يختار له بيت المقدس الذي سمي في القرآن الكريم بالأرض المقدسة لماذا دفن في المدينة التي لم تكن لها قداسة سابقة ولماذا لم يقدر أن يموت في أحد الأشهر الحرم أو أن يموت في رمضان هذه الأشهر المباركة الجواب كي يتبارك المكان والزمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك وتشرف وتعظم ربيع الأول بيوم المولد وهو لم يكن معظما مباركا قبل هذا حتى وفاته صلى الله عليه وسلم كانت في الربيع الأول ولم يكن مكرما لكن صار مكرما عظيما شريفا بسبب المولد والمدينة المنورة صارت شريفة مقدسة عظيمة بل صارت حرما صارت حرم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة على لسان إبراهيم نبيه وخليله وأنا حرمت المدينة فالمدينة حرم برسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله شرف الزمان والمكان فالمدينة صار شريفة مكرمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وربيع الأول صار شريفا كريما بمولده صلى الله عليه وسلم والمدينة فيها بقعة خير من السماوات والأرض هي القبر الشريف خير من السماوات ومن الأرض كلها قال الإمام ابن القيم رحمه الله لما سئل ابن عقيل عن أي ما أفضل مكة أو من المدينة قال مكة أفضل المساجد مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة لأن الصلاة في مكة بمائة ألف وفي المدينة بألف قالوا ولكن القبر الشريف خير من مكة ومن الكعبة ومن السماوات كلها القبر الشريف وفيها الروضة ما بين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنبر روية ما بين بيتي ومنبري وروية ما بين قبري ومنبري نفس الشيء لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة المكرمة المواجهة الشريفة الآن هي حجرة أم المؤمنين عائشة عليها وعلى زوجها الصلاة والسلام فهناك الروضة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة الجزء الوحيد من الجنة خلقه الله في الأرض هي الروضة في المسجد النبوي الشريف والجزء الوحيد من الجنة الذي يمكن أن ندخله قبل أن نموت وقبل يوم القيامة وذلك المكان جنة جنة ليس مجرد تشبه لا لا جنة جنة حقيقية لذلك يقول الإمام مالك بأن المدينة المنورة هي أفضل بقاع الأرض لماذا؟ قال لأن فيها جزء من الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع سم خياط من الجنة شنو سم خياط ثقب إبرة لموضع سم خياط من الجنة خير من الدنيا وما فيها طيب هنا عندنا جنة 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 صريحة ما بين بيتي ومنبرية روضة من رياض الجنة لم يقل روضة مثل رياض الجنة لم يقل روضة تشبه رياض الجنة لم يقل كروضة من الجنة لأقل روضة من رياض الجنة انتهى الموضوع نقطر الصطور كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يحى أخي الحاج الكريم هنيئ لك وأنت متوجه إلى تلك البقعة المباركة إلى المدينة التي هي حبيبة رسول الله والتي هي مضجع رسول الله والتي هي مهاجر رسول الله ومهاجر السابقين الأولين والتي هي جنة في الدنيا ستذهب وتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واركعت بألف فكفر بما تشاء وسترى أحد هذا الجبل الذي هو حبيب رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد يحبنا ونحبه وسترى ديار السابقين الأولين بدر وأحد التي أسالوا عليها دماءهم رضي الله عنهم وأرضاهم فضائل المدينة المنورة كثيرة جدا لكن نكتفي بهذا القدر لنترك الجزء الباقي للإجابة على الأسئلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من نومكم صالح الأعمال إذن أخذوا الآن فاصلا نستغلوا بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الله والله جليس من ذكره ترجمة نانسي قنقر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام مرة أخرى وصلنا إلى ركن الفتاوى وسنجيب على ما وردنا من أسئلتكم التي أرسلتموها إلى صفحة قناة الفلوجة الفضائية ونبدأ على بركة الله أخ يسأل يقول عرفنا أو أخت ظهر أنها أخت عرفنا أن وضع العطر للنساء حرام أمام غير المحارم فما حكم معطر الجسم غريب يعني ما الذي اختلف غير الاسم ما الذي اختلف غير الاسم معطر الجسم أليس هو عطر هذا يسمونه معطر وهذا يسمى عطر حرام يا أختي حرام لا يجوز كل رائحة عطرة تضعها المرأة يعني يحرم أن تضعها في مكان يكون فيه رجال هذا حرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ممرأة تعطرت فشم عطرها أجنبي فهي زانية يا ذب الله هناك معطرات جسم غير ظاهرة غير ظاهرة يعني لا يشمها لا يشمها أحد ربما تذهب فقط تذهب العرق بعض المواد حتى الرجال يضع الرجال على إبطه كذا تذهب العرق لكنها لا يشمها غيره هذه جائز بالنسبة للمرأة والغير المرأة نحن العبرة أن العطر إذا وضع على البدن لا يشمه إنسان أجنبي مقصود بالأجنبي غير المحارم فإذا كان يشمه حرام إذا كان من عطر ما يسمى بالعطر أو يسمى المعطر أو حتى يسمى البخور هناك بعض العطر بعض العطور تكون بواسطة بخور يبخر الإنسان بها نفسه حتى هذه ما دامت عطرا ما دامت عطرا لا يجوز للمرأة إذا وضعته أن يشمها يعني لا تضع بمكان يشمه به أجنبي أخ يسأل يقول أنا عندما أذكر الله تعالى وأستغفره لا أستطيع إلا بواسطة المسبحة لأن عندي أعدادا من الأذكار والاستغفار والتشبيحات معينة وإذا فعلتها بأصابعي سأتيه العدد هل يجوز أن أستعمل المسبحة؟ هذا أولا وثانيا أنا ألبس المسبحة برقبتي دائما فأحيانا أدخل إلى الحمام التواليت والمسبحة برقبتي وأنا أنساها وعندما أخرج لا أغسلها ما الحكم في كل ذلك؟ أولا استعمال المسبحة جائز تسأل الأول هل يجوز بالمسبحة؟ طبعا يا أخي اذكر الله بالمسبحة وهذه من في الصحابة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسبحون بالحصى ينقلون حصى من إلاء إلى إناء وبعضهم عنده حبل قد عقده عقدا أليس هذا مثل السبحة؟ سبحة حتى السبحة الإلكترونية هذه التي تكون تلبس بالأصبع يجوز كل ذلك ليس فيه مشكلة إن شاء الله كونك تضعها في رقبتك وتدخل الحمام ليس فيها مشكلة تعرف لماذا؟ السبحة ليست مقدسة ولا مكرمة بذاتها إنما هي آلة هي آلة لمعرفة عدد لمعرفة عدد التسبيحات حتى لو دخلتها بالمرافق لا مشكلة لا مشكلة هل يجب أن تغسلها عندما تخرج؟ يا أخي أعيش تغسلها حالة على هدومك؟ هس أنت لما تروحة واليات وتطلع تغسل هدومك؟ لا لا تغسلها فلا حاجة لغسلها ولا عموما إن شئتها ودخلت بها حتى لو كنت متعمدا لست ناسيا هي معلقة برقبتك؟ لا مشكلة في ذلك إن شاء الله أخ يقول ذبحنا خروفا في العيد أسود وكان نحيلا ليس سمينا وكانت قرونه صغيرة وأحد القرنين كان مكسورا وأمي قالت لي بأن هذه الأضحية باطلة غير صحيحة أرجو أن تخبرني لأني قلق بهذه المسألة شوف أخي الصفات التي ذكرتها أولا أنت ذكرت بينه أسود لا فرق بين الأبيض والأسود نحن نريد الصفل وريد اللحم الفقير من يش راح ينتفع لا اللحم لا فرق بين الأسود والأبيض هذا الشيء الأول بالنسبة للقرن المكسور لا مشكلة في ذلك إذا كان القرن مكسورا ما لم يأخذ جزءا من المخ إذا كان مكسور ما أخذ يعني إذا كان مكسور كل حتى لو كان طالع المخ يعني لا مشكلة لكن إذا كان قد نخره وأخذ يعني تسبب بتلف في الرأس لا هذا في مشكلة لا يجوز لكن ما دام مكسورا يعني مجرد كسور لا مشكلة كون قرونه صغيرة لا مشكلة لنفترض حروف ليس عنده قرون بالأصل بالخلقة ما عنده قرون ما يصير راحبي بلا يجوز بقيت عندنا نقطة واحدة كونه هزيلا أو ضعيفا يعني إذا كان هزيلا بان هزاله مثل هذا اللي بين أعظامة واللحم لا يكاد يكون فيه لحم العجفاء التي بان هزالها لا يجوز لكن إذا كان فيه لحم بان ضعيف لكنه فيه لحم لا بس لم يبن هزاله طلعا عظامة وكذا هذا أيضا يجوز به يجوز عموما بالنسبة لهذا الاضحية جائزة إن شاء الله ليس فيها مشكلة فأطمئن وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك طيب هنا أخ يسأل يقول هل ورد في كتبكم يا إخواننا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام علي عليه السلام اللهم انصر من نصره واخذل من خذله أنا أريد الآن أن أسألك وأريدك أن تجيبني بمروءة تمام والله سأجيبك بمروءة ووالله سأجيبك بالحق ووالله سأجيبك حتى بالدليل العقلي الذي نقتنع به أنا وأنت ويقتنع به الباحث عن الحق يقول هل الخلفاء الذين قبله نصروه أم خذلوه تمام سأجيبك أولا أنت سألتني هذا الكلام موجود في كتب في كتب أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انصر من نصره واخذل من خذله نعم موجود في كتبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سيدنا علي اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وقد ذكرنا سابقا أساند حديث الغدير وقلنا أنه موجود في كتبنا وعبارة اللهم انصر من نصره واخذل من خذله موجودة في رواية الإمام النسائي رحمه الله في السنن وصححها الإمام الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد يعني قال عنها أنها صحيحة زيان نيجي على هذه العبارة طبعا على فكرة أنتوا تقولون لما تقولون ما هذا من حديث صحيح ليش ما تقولون علي ولي احنا نقول علي ولي لا يوجد أحد لا يقول بأن علي من أولياء الله الذين الله خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن نختلف في تفسير الولاية إذا قصدت ولاية الأمور البيع الخلافة لا نختلف لكن ولاية المحبة ولاية الإيمان وهو ولي على كل مؤمن هذا لا يختلف فيه أحد تمام إنما نختلف في مسألة معنى الولاية طيب وشرحناها سابقا نجي على سؤال سؤالك بالذات لما قلت الله من نصره واخذوا من خذله هل نصروا الخلافة الراشدون أم خذلوه خلني احتيانوا أكبر عقل رسول الله معصوم أم غير معصوم معصوم متفقون صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني هل رسول الله يخطئ لا لا يخطئ المعصوم لا يخطئ تحصل حاصل إذن ما عنده ذنوب طيب أكو شيء يرد دعوة النبي هل ممكن دعوته ترد لا ما يمكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أبدا لا توجد دعوة واحدة ردت من النبي صلى الله عليه وسلم زين هنا النبي دعا قال الله منصر من نصره واخذوا من خذله هسا نجي على الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هنا رسول الله دعا أن كل من نصره أن ينصرهم الله وأن كل من خذلوه أن يخذوا لهم الله خلني جعل الخلفاء الراشدين الله نصرهم ولا خذلهم إذا نصرهم يعني نصره للإمام علي لأنه قال الله منصر من نصره وإذا خذلهم يعني نخذله أبو بكر الصديق حارب المرتدين وطهر جزيرة العرب منهم خذله الله أم نصره نصره أيده الله تعالى بلم شمل المسلمين أم خذله نصره عمر بن الخطاب توجه نحو العراق نصره الله أم خذله نصره توجه نحو الشام نصره توجه نحو مصر نصره توجه نحو بيت المقدس نصره توجه نحو الأناظول نصره توجه نحو أفريقيا نصره توجه إلى إمبراطورية فارس نار تعبد لمدة ألف سنة قهرة الروم لمدة ألف سنة لم يستطع إسقاطها توجه لهم عمر بأيام نصره عليهم أم خذله نصره وأسقط الإمبراطورية الفارسية وسيطر على كل شبر من أراضيها حتى وصل إلى تخوم الهندي والصين ثم توجه إلى الروم مملكة من قبل أهد عيسى بن مريم كانت تعبد الأوثان الروم ثم تحولت إلى العبادة النصرانية وهي نفس العائلة حاكمة آله راق الأبن عن جد لمدة ثلاثة عشر قرنا تقريبا ألف وثلاثمائة سنة توجه لهم عمر نصره عليهم أم خذله بل نصره الله شبحانه وتعالى وانتصر عليهم وغير النظام العالمي بعد معركة اليرموك من الروم والفرس حكام المشارق والمغارب إلى المسلمين وصارت الراية بيد المسلمين ثم جاء عثمار بن عفان فأتم الفتوحات ونصره الله شبحانه وتعالى في كل المعارك التي خاضها وأسس نظام الصوائف والشواتي وأسس نظام الأساطيل وأسس وأسس حتى وصل المسلمون في عهده إلى قهستان وسأل بلاد القوقاز في روسيا اليوم بأي عصر دخل إليه الإسلام وحتى وصل إلى القيروان وإلى بلاد المغرب التي كانت بعد ذلك بداية فتح الأندلس عموما إذا كنت أنت تقول بأن أبا بكر وعمر وعثمان قد خذلوا علي إذا كنت تقول أنا لا أقول بذلك أنت تسأل وتبحث عن الحق وقلت إخواننا السنة وأنا أثمن لك هذا الكلام يا أخي العزيز إذا كانوا قد خذلوا علي لماذا نصرهم الله كل هذه الانتصارات ولماذا فتح لهم كل هذه الفتوحات لماذا نصرهم الله هل نقول بأن دعوة رسوله ردت إذا أنت تقول بأنهم خذلوا أليا فإن دعوة رسوله ردت قال اللهم اخذوا لمن خذله لا يا أخي أنا أقول لك نصروه فكان ضمن القيادة في أهد أبي بكر الصديق كان أبي بكر الصديق الخليفة وعلي هو الذي بايعه وعلي ما كان ليخالف علي ما كان ليخالف لديه لتقيه علي مجبان علي صنديد الإسلام وفارسه وبطله بايع أبا بكر لعلمه بالاستحقاق ثم بايع عمر وكان علي وزير عمر ما اتخذ عمر رأيا إلا وسأل عنه علي وكذلك في دولة عثمان رضي الله تعالى عنه كان علي من قادة الإسلام وسادته وأمرائه وقاتل بين يدي الخلفاء لو علم بأنهم خذلوه أو أنهم على باطل لماذا يقاتل بينهم ولماذا يكون مستشارا لهم ولماذا يكون ضمن إدارة الدولة كان علي ضمن إدارة الدولة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم بوئ على الخلافة بعد عثمان أنا الآن أقول يا من تقول بأن علي بايع أبا بكر وعثمان وأبا بكر وعمر وعثمان تقية بايعهم خوفا خوفا من السيف لأنه يحق له أن يحفظ حياته طيب الحسين لم يبايع يزيد سيدون الحسين رضي الله عنه لم يبايع يزيد لم يبايع خرج عليه واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يبايع علي كان يرى أنه على غير الحق فلم يبايعه طيب لماذا لم يأخذ بالتقية كما أخذ أبوه علي لماذا لم يأخذ بالتقية يا أخوان علي لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان أبا بكر وعمر عثمان بالتقية بل بايعهم بالحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأنا الآن أسألك هل الخلفاء الثلاثة نصروا عاليا أم خذلوه فإذا خذلوه لماذا لم يخذلهم الله والنبي دعا اللهم اخذوا من خذله الذين خذلوا عاليا هم الخوارج عندما خرجوا عليه وقبله خرجوا على عثمان الخوارج الذين خرجوا على عثمان هم حكموا بتكفير عثمان علي أولئك الذين خذلوا عليا فخذلهم الله تعالى استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقمعوا وخسروا المعركة في زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في معركة النهروان وبعد علي في خلافة بن أمية أيضا لاحقوا الخوارج حتى انتهت وتخلصت الأمة من شرهم أنا الآن أقول لك الخلفاء الثلاثة نصروا عليا فنصرهم الله سبحانه وتعالى وما خذلوه فلم يخذلهم هنا أخ يسأل يقول امرأة طلبت الطلاق لأنها تكره زوجها لا تحبه دون تقصير منه فطلقها هل لها حقوق بذمة زوجها من مؤخر أو غيره كغرفة النوم شوف أخي أولا من أرادت الطلاق من زوجها دون ذنب منه إنما فقط لا تحبه بقلبها فعليها أن تتنازل عن مهرها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أكره في ثابت خلقا ولا دينا زوجه اسمه ثابت إني لا أكره في ثابت خلقا ولا دينا والله رجل صاحب أخلاق صاحب دين لكني لا أريد أن أكون كافرة العشير لا أحب الكفر بعد الإيمان بعد الإسلام ما معنى كافرة العشير التي تكفر النعمة مو يعني كافرة بأ الله لا يسمى كفران النعمة إنكار النعمة والله رجل صاحب دينه خلق وهو ينفق علي بس أنا ما أحبه نفسي ما تريده وهذه يتجب الله بشرية طبيعة بشرية كان ثابت قد أعطاها مهران حديقة أرض مزروعة تسمى حديقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين إليه حديقته إذا يطلق ترجعي إلى المهر ما لا قالت نعم وأزيد قال أما الزيادة فلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ثابت وأمره أن يطلقها فطلقها فالمرأة التي هي تطلب الطلاق دون إذن من زوجها كما يقول الأسائل هنا ليس لا أن تطلب المؤخر فتذهب ومن حقه هو أن يقول لنطلقك إلا أن تتنازلي عن المهر إلا أن تتنازلي عن حقوقك أما بالنسبة لغرفة النوم غرفة النوم هل هي ضمن المهر أو لا هذا بالحسب قد يسلم الرجل المهر لزوجته ذهبا كاملا يسلم ذهبا أو يسلمها أموالا في هذه الحالة الغرفة للرجل ليس المرأة لكن عندما لا يسدد لها المهر كاملا فالغرفة جزء من المهر فتكون ملكا للمرأة في هذه الحالة وعلى أية حال إن كانت ملكا لها أو كانت ملكا له عليها أن تتنازل إذا كانت تطلب الطلاق كرها به فقط ليس تقصيرا ليس تقصيرا منه نعم هنا أخون يسأل سؤال حقيقة ومحرج لبعض الأخوة المتابعين وخاصة من النساء لكن ماذا أفعل يعني إذا كنت لا أجيبه يعني الأخ سأل هذا السؤال وقد وضعه عدة مرات تجاوزته مراعاة لمشاعر بعض الأخوة المستمعين لأنهم والله يرسلون لنا رسالة يقولون أرجوك هناك أسألة محرجة تنحرج منها النساء عندما تكون النساء والرجال يتابعون البرنامج معا لكن ماذا أفعل؟ الرجل كرره يوميا يبدو أنه يحتاج الجواب وهو تعلم يعني دين يجب أن نتعلمه أخوني يقول ما هو الفرق بين المني والمذي والودي كيف نفرق بينها وما هو الواجب غسله وبالنسبة الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تجيب الغسل أم الوضوء فقط لاحظ وإذا كانت تخرج باستمرارها لي من أصحاب العذر نرجو التفصيل في هذه المسألة بالنسبة المني والمذي والودي الذي يخرج من الرجل المني هو الذي يخرج من الرجل عندما يأتي أهله عندما يجامع زوجته المني ويجب فيه الغسل يجب فيه الغسل لأنه قد يكون بالنوم وقد يكون بالجماع فهو على أية حال يجب فيه الغسل في أي مسألة خرج وأما المذي المذي يكون عند اجتداد الشهوة مثلا يداعب الرجل زوجته لا حياة في الدين ومداعبة الزوجة عبادة عبادة ويجب على الرجل أن يعف زوجته وفطرة خلق الله سبحانه وتعالى يخرج يكون أرق من المني لكنه أكثف من البول هذا حكمه نجس يعني إذا وقع في ثوب يجب أن يغسل ليس كل الثوب الجزء الذي لامسه فقط من البدن والثوب يجب غسله وهو ناقض للوضوء ولا يجب فيه الغسل ناقض للوضوء فقط حكمه كحكم البول أما الودي هو الذي يخرج عقب البول أحيانا ويكون كثيفا جدا يخرج من الرجل عقب البول تمام هذا يسمى الودي وهو شأنه شأنه البول يغسل فقط منه لا يجب الغسل شأنه شأنه البول يغسل فقط من وضعه من الإنسان وبالنسبة لإفرازات التي تخرج من المرأة العطوبة التي تخرج هذه ليست نجسة حكمها أنها طاهرة حكمها أنها طاهرة تجب الوضوء لكن لا يجب غسله ما مسه من الثياب نعم أخ يقول عندما وزعنا الأضحية وزعناها مطبوخة يعني طبخنا ووزعنا مطبوخة وبعض منها وزعناه نيئا هل عملنا صحيح لأن بعض الناس قالوا هذا لا يجوز لأن هذا شأن العقيقة وليس شأن الأضحية لا نقول لا يجوز لكن نعم في العقيقة يستحب أن توزع مطبوخة العقيقة التي تذبح للمولود يستحب أن تذبح أن تذبح ويتوزع مطبوخة بنسبة العقيقة أو جزء منها مطبوخ أما بالنسبة للأضحية فالمستحب أن توزع لحما لكن لو طبخ جزء منها وزع مطبوخة يجوز ما لحق يقول ما يجوز لكن خلاف الأفضل نعم الأفضل لو وزعت نيئة نية يعني لكن لو وزعت مطبوخة جائز وليس فيها مشكلة إن شاء الله أخ يقول زوجتي وضعت الحناء على رأسها قبل أن تتوضى الآن تريد أن تتوضى والحناء ما زال رطبا هل تمسح فوقه أم يجب أن يصل الماء إلى فروة الرأس أولا بالنسبة للواجب في مسح الرأس يقول الإمام الشافعي ولو كان شعراتا واحدة لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم الباء للتبعيد أي وامسحوا بعض رؤوسكم هذا قول الإمام الشافعي فهي فلتأخذ ولو يعني جزء من شعرها تغسله بالماء فإذا غسلته بالماء انتهى الموضوع ووضوعه صحيح جزء من الشعر من أي مكان من الأسفل أو من الأعلى جزء من الشعر تغسله بالماء أو تفرق جزء من شعرها بالماء هذا يكفي إن شاء الله نعم لأن هذا يكون الماء قد لامس الشعر نعم هنا أخ يسأل يقول أنا أعمل ببيع وشراء السيارات أحيانا يحول الحول ولا توجد عندي أموال وإنما توجد سيارات فقط كيف أزكي السيارات المعروضة للبيع هذا مال هذه تعد مال الأموال نوعان مال مقتنى ومال مقوم المال المقتنى شيء أريد أقتنيه مال دبيعة مثل أثاف البيت سيارة الشخصية أو أثاف بالمحل ممعروض للبيع أنت عندك معرض سيارات وجوز عندك مكيف تبريد جوز عندك براد مال مي جوز عندك تلفزيون هذا المعرض للبيع أنت محل لك مال سيارات الله يعمرها هذه كلها متخذة للاقتناء هذه ما عليها زكا هذا يسمى المال المقتنى وأما المال المقوم هذا مال أنت ما ماخذ ذات تقتنيه إنما ماخذ ذات بيعة مثل السيارات التي عندك الموضة الغذائية بالمحل مال غذائية البيوت والعمارات والأراضي عند صاحب العقارات الذي يبيعه يشتري هذا كله يسمى أموال المقومة أموال المقومة هذه تجب زكاتها تجب زكاتها فأنت بالنسبة لك تقوم السيارات تقيمهم إيش قد يسوين وتخرج القيمة هذه الزكا تقول ما عندي فلوس خلاص سجل عليك عندك سيارات إيش قد يسوين السيارات السيارات يسوين مثلا مجموعة السيارات اللي بالمحل يسوين عشر دفاتر خلني تفائل بمبلغ زيان يا رب إن شاء الله يرزقك يسوين عشر دفاتر ها عيني إيش قد زكاتها العشر دفاتر خمسة وعشرين ورقة خمسة وعشرين ورقة لا تقول شثير رح يبقى عندك تسع دفاتر وخمسة وسبعين ورقة يعني ما طالع شي منهم كأنما الله راضقك غيرك ترى ما عنده تسجل علي الفين وخمسمائة دولار زكا شو وقت ما تبيع السيارة شو وقت ما يسوين عندك فلوس هاي الزكاة بذمتك يجب أن تخرجها أخون يسأل أيضا يقول سافرت من بغداد إلى دمشق وأنا في الطريق أذن مؤذن لصلاة الظهر نويت عندها تأخير الظهر مع العصر وعند وصولي إلى دمشق دخلت المسجد فإذا صلاة العصر قائمة بجماعة هل ألتحق بصلاة الجماعة وأنوي صلاة الظهر أم صلاة العصر سوف تلك بما قال بالإمام الشافعي أنه في جمع التأخير لا يشترط الترتيب الترتيب شنو يعني الظهر ثم عصر في جمع التقديم لما تقدم العصر مع الظهر يعني لا يجب أن ترتب تصل الظهر أول مرة ثم العصر لكن في جمع التأخير أنت حر فإذا وجدتم يصلون العصر يمكن أن تقتدي بهم بصلاة العصر فإذا أسلموا بعد ذلك تأتي بصلاة الظهر وليس عليك إثم القضاء لأنك نويت التأخير ويمكنك أيضا أن تنوي معهم صلاة الظهر تنوي صلاة الظهر ثم بعد ذلك تأتي بصلاة العصر كل ذلك جائز وليس فيه مشكلة إن شاء الله الأمر واسع نعم هنا أخو يسأل يقول كنت مسبوقا أتيت إلى الصلاة فاقتديت بالإمام وكنت مسبوقا فسلم الإمام فسلمت معه ناسيا ثم رأيت الذي بقربي قد قام ليتم الصلاة فهل يجوز أن أتجاوز السلام الذي سلمته وأقوم أكمل أم أنني لما سلمت خرجت من الصلاة ويجب علي أعادتها لا أخي قم مباشرة هذا السلام سلام الساهي لا قيمة له سلام الساهي لا يخرجك من الصلاة أخ جاء مسبوق ما ذكر مسبوق كم ركعة دعني نقول فاتحة ركعة وحدة من يسلم الإمام لازم يقوم يجيب ركعة تمام سلم الإمام هو سلم معه ناسيا هذا السلام لا اعتبار له كأنك لم تسلم قم مباشرة قم حتى لو ما تذكرت إلا وراء ما قرأت آية الكرسي ما تكون تحولت عن القبلة ولا تكلمت قم مباشرة مادم لم يمر وقت طويل قم بعد ذلك وأكمل ما عليك وهذا السلام يعتبر ملغي ويستحب لك بعد أن تكمل التحيات أن تسجد سجود السهو وإذا ما تسجد سجود السهو فليس عليك مشكلة إن شاء الله انتهى وقت البرنامج وبانتهاء وقت برنامجنا نسدل الستار على برنامج وأذن في الناس بالحج لهذا الموسم فهذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة وسنعود إن شاء الله إلى برنامج الجمعة والإثنين برنامج على درب النور وإني أسأل من انتفع من إخواني المشاهدين بشيء مما قلناه أن يذكرني عند ربه بالدعاء وإني إن شاء الله سأدعو لكم أيضا تقبلنا الله وإياكم بقبول حسن صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين طبتم بخير ودمتم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة